اشتركوا في القناة 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 سعادة السفير سعادة السفير سعادة السفير سعادة السفير سعادة السفير المصري والعبارية المصري والعبارية المصرية كيف تعتقد أن الوصول الاجتماعي المصري المصري التي يمكن أن يكون قد يفعل بين الواحدة الآزربيجان وإجبت بعد ربولوشان؟ في الواحدة الآزربيجان هناك الكثير من المختلفات بين الواحدة الآزربيجان في حقوق الطبية ومعارضة الإسلامية ومعارضة المصريات التي يتحدثنا بمثلتنا لذلك بسبب هذه المصرات أعتقد أن أجبت وإذربيجان يمكننا أن نفعل مزيدًا بشكل مصري ومعارضة المصريات يمكننا أن نفعل الكثير من المصر ومعارضة هذه المصرات التي أضعنا سألنا سيادة سكرتير السفارة عن رؤيته للتكامل السياسي الذي يمكن أن يكون ما بين أذربيجان ومصر بعد الثورة فهو قال أن البلدين يتمتعوا بنفس الدين بنفس المورث الثقافي والحضاري وبالتالي هو شايف أنه المفروض أن نعمل على أن نعمل تكامل ما بيننا ونقرب شعوبنا من بعض بما يسمح للشعب الأذربيجاني والشعب المصري اللي هو قال أن فيما بينهم عوامل كتيرة جداً مشتركة أن يبقى فيه تنمية كاملة في البلدين من خلال التركيز على التنمية البشرية أساساً والتكامل ما بين الشعوب معنا البشوندس مصطفى دسوئي من حزب السلامة والتنمية هنسأله نفس السؤال بشوندس مصطفى إيه رأي حضرتك إيه سبل التعاون اللي ممكن تكون دلوقتي بعد الثورة إيه سبل التعاون اللي ممكن تكون ما بيننا وما بين أذربيجان بسم الله أولاً الشعب الأذربيجاني الشعب مسلم وشعب فيه وداعة فالشعب المصري كذلك يعني في الفترة الحكم السابقة دايماً كانوا بيركيزوا على الجانب اللي فيه يعني من الخطأ ويظهروه مشهوه جانب شر ويعظموه إحنا دورنا إن إحنا نظهر ونعظم جانب الخير دوت زي مظهر أثناء السورة فممكن بحكم إن الشعب المصري شعب مسلم وشعب أظهر طبيعة المسلمة أثناء السورة ممكن إحنا يحصل تعاون معاهم في مجالات اقتصادية كترة جداً وبيحصل دائماً لما يكون التقاء عقائدي بيحصل اطمئنان لفي التعاملات طب سياسياً هارتك شايف سياسياً إيه اللي ممكن إيه اللي ممكن مصر تستفيد بيها من خلال علاقتها بأذربجان في المجال السياسي هو إذا إحنا استطعنا إن إحنا نكون ما بيننا وما بينهم لحمة اقتصادية فعالة هتيجي اللحمة السياسية بعد كده هتيجي اللحمة السياسية هتيجي اللحمة السياسية وكان مديها يعني كان لحكمانات العلمانية اللي كتموجودة قبل كده كان زي ما بيقول المثل العربي قلب لهم ظهر المجان فلما جات حكومة طيب رجب طيب أردوغان وبدأت تمد جسور حضارة جسور اتصال مع العالم الإسلامي ابتاد هو يستخدمها زي ما بيستخدم العلاقات ابتاد يقرب زي ما عمل في سوريا هل حضرتك شايف أنه يعني حزب السلامة والتنمية لو في يوم من الأيام كان في السلطة أو كان له القرار هل ممكن أنه يبقى لابد ان يعني مثلا سألين المثال انت تبص ان مجرد امتداد الخط بنا في فترة ما بنا وبين ليبيا خط البري أدى الى تزاوج بين المصريين والليبيين وخصوصاً ظهر جداً في منطقة مطروح ومنطقة اسكندرية وحصل نشاط اقتصادي قوي جداً فإحنا إذا استطاعنا معاهم نمد جسور لعمل اقتصادي ده في حد زيته هيقدي بعد كده لارتباط المصالح وفق أمور فيها تساوي وعدل ده هيقدي ان احنا هيحصل بنا التخارق سياسي والتخارق تميعي وبشمدس مصطفى متشكلين جداً جداً على وقت حضرتك وبنشكركم اخوة في شبكة اليقين وسلامة الله عليكم ورحمته وبركاته